تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيفي سبورت على يوتيوب الأكتر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى الحمد لله اليوم نرجع نصور أول فيديو إنا من بعد الوعك الصحية اللي مريت فيها الطقيقة هاي مش ستايل شديد بس لأنه في جروح لسه وقطب ومنستنى نتعالج بس الحمد لله الأمور أفضل قصة الجمعة أصبحت جزء أساسي من روتين حياتي كل يوم جمعة أنا أشوف التعليقات وردود أفعالكم وطلباتكم للقصص وأتمنى تكون صارت جزء من روتين بعضكم إنه يحب يشوفها كل يوم جمعة اليوم حنبدأ وحنتكلم بقصة الجمعة كان جعبالي أعمالها عن أندر تيكر بما أني كاتبها لأني لابسها الطقية اللي بتشبه طقيته في إحدى الزمنات لكن لا حنروع على موضوع أكبر موضوع أخطر موضوع حقيقي مش تمثيل موضوع كلاسيكو برشالونا ريال مدريد اللي فاز فيه البرشا ستة اثنين وقبل ما أدخل بالتفاصيل بدي أشكر كل الأصدقاء والرسائل الجميلة اللي وصلتني والواتس أب وتويتر وفيسبوك وإنستغرام ويوتيوب تعليقات كلها بتخلي الواحد يقول الحمد لله على هذا الشعور الجميل اللي بيشوف الله حال في عيون الناس كلمات الناس المشجعة التليفونات اللي إجت يعني بشكر الجميع بلاستثنى إنه هذا الكلام يعني ممكن الكلام الكويس هذا كله صبرني حتى إني أقعد أسبوع عاقل لأنني أنا ما بعرف أنا مدمن شغل يعني مش قادر فصبرني شوي إني أقعد عاقل عشان أرجع بطاقتي معكم اليوم بسم الله نبدأ قصتنا ما في حدا بشجع ريال مدريد أو برشلونا أو حتى ما بشجع لا ريال مدريد ولا برشلونا وشاف كرة القدم من سنة 2009 لليوم إلا بيعرف بمباراة عملة ضجة قنبلة صوتية إعلامية رهيبة برشلونا بيسحق ريال مدريد في أرضه في البرنابيو بست أهداف مقابل هدفين مباراة ما كانت مجرد نتيجة كبيرة حيتباه فيها الفائز على الخاسر يعني مش مان يونايتد على أرسنال بيتومانية بل كان لها تأثير مطلق على كرة القدم أساطير كرة القدم ميسي جوارد يولا على النظرة لأسلوب لعب كرة القدم بكفي أقول حتى تلك اللحظة قبل ما تبدأ المباراة برشلونا فريق كان متصدر الدوري الناس شايفينه فريق محترم قوي قدير لكن ما كان حدا عم بشيد فيه بشكل زائد عن المنطق لكن بعد تلك المباراة اتحولت احترام برشلونا لرعب من برشلونا اتحولت الأخذ الحذر لما تواجه برشلونا لرعب جدا وكابوس أنك تواجه برشلونا وتتمنى تطلع بأقل الخسر صار برشلونا حتى هو أكثر عدوانية في الملعب وأكثر رغبة بأنه يخلي الخصوم يستسلمه بأسرع وقت ممكن فصار اللي يطلع خسران 2-0 مع برشلونا مبسوط ويصرح الحمد لله رب العالمين نفدنا اليوم مباراة من كتر ما هي مهمة تاريخيا للي عاشوها وبذكروها أثناء اللوكداون والإغلاقات تاعة كورونا في سنة 2020 حساب برشلونا على يوتيوب نشر المباراة كاملة حققت 3 ملايين مشاهدة مباراة بتحقق 3 ملايين مشاهدة بعد 11 سنة منها أنا أعتقد لو تسرق الآن مبارايات مهمة ما بتجيب على يوتيوب مليون ومليونين لكن مباراة بعد 11 سنة قادر تجيب 3 ملايين مشاهدة مباراة بتخليك تفهم قديش فيه ناس مدركين أهميتها والتحول التاريخي اللي عملته المباراة فعليا جاءت في تاريخ 2 معيو الملعب سانتياغو برنابيو الجولة 34 في الدور الإسباني لكن قبل هذه المواجهة كان في بناء أحداث خلت توقعات تروح باتجاه آخر ثم انصدمنا باتجاه النتيجة الكارثية لريال مدريد أول الأحداث بدأت في الجولة 15 ريال مدريد بواجه برشلونا بيسقط بهدفين مقابل لاشئ تلك المباراة كانت أول مباراة للمدرب إخوان دي راموس اللي عوض بيرن شوستر اللي تمت إقالته بعد الجولة 14 والخسارة أمام إشبيليا لكن عندما جاء إخوان دي راموس وخسر كان عنده إصابات كثير الهدفين جاءوا بالدقيقة 83 و90 عبر سامول إيتو ميسي الإعلام أخذ الموضوع عادي يعني فريق مغير مدربه عنده مشاكله بالإصابات والمشاكل الفنية وانت غلبت في ملعبك بآخر الدقائق ما في شي واو ما في شي مرعب ما في شي رهيب بعد تلك الجولة أصبح الفارق بين برشلونا وريال مدريد 12 نقطة وريال مدريد في المركز السادس ما في أمل إلو بالدوري انتهى الموضوع بس ريال مدريد قام بعد ذلك بواحدة من أقوى ردود الفعل المجنونة اللي قام فيها النادي الملكي ربما عبر تاريخه 18 مباراة خاضها ريال مدريد فاز ب17 منها وتعادل في واحدة كانت مع أتلتكو مدريد في حين برشلونا كان عم يمشي بهدوء أضيع نقاط هون ضيع نقاط هون وفي الجولة قبل الكلاسيكو مباشرة فلانسيا عم بيتقدم على برشلونا 2-1 للدقيقة 6-8 لوتيري هيري بسجل هدف التعادل في تلك اللحظة وبصير الفارق بين برشلونا وريال مدريد أربع نقاط بس وأخيرا أصبح الفارق ممكن الإياب في البرنابيو الأسبوع الجاي ريال مدريد حريقة عم بفوز على الجميع في الدوري هون أخواندي راموس طلع بتصريح أنا بتذكره كويس قبل المباراة وقال ما معنى كنت كثير خايف على لاعبيني يصيبهم الإحباط لأنه عم منفوز وعم منفوز والفارق مش عم بقل لكن لما صار الفارق أربع نقاط فعليا القضية أصبحت الآن بين أقدام لعبيو ريال مدريد وأيضا أقدام لعبي برشلونا بس في الجولة 32 أيضا كان في حدث مهم مصيري جدا لتلك اللقاء وهو الحدث اللي أنا بدأت فيه للعلم سلسلة قصة الجمعة وبتكلم عن ختافي بريال مدريد الفوز الشهي لريال مدريد 32 بختافي واللي كان يومها بيبي عم بيقوم بفعل مجنون بيضرب كاسكويرو وبؤذي ويتم إيقافه حتى نهاية الموسم بيبي في تلك اللحظة كان هو قلب الدفاع الأساسي الثنائي اللي بيلعب مع كانافارو هو السريع هو الشاب وكانافارو هو الخبرة هو القراءة تحت الملعب لكن الآن الريال عم بيضطر يلعب بيكلاسيكو نتيجة هذا الإقاف بمتزلدر متزلدر الألماني مع كانافارو ثنائية بطيئة لعبت بس في ذلك الموسم مع بعض ثلاث مباريات مباراة واحدة منهم قبل لكلاسيكو كانوا قد حافظوا فيها على شباكهم نظيفة لكن بشكل عام الريال جاي بنتائج ممتازة بلا تعثرات برشلونة عنده بعديها بأربع أيام مباراة دوري أبطال مع تشيلسي مباراة الشهيرة غدارة غدارة الريال بلعب في ملعبه هو المتحمس هو الطامح هو اللي هاجم يعمل المنتازة تاريخية نحو اللقب الظروف كلها بتقول مدريد مدريد أنا عشت هذه الفترة كويسة والعلم هذه كان في بدايات هيك أول بلشت أشتغل في الإعلام والمواقع الرياضية فكنت يعني بقرأ كل خبر كل كلمة ما بتذكر إنه في حدا قال برشلونة حيصحق رياع المدريد برشلونة حينهي ريال مدريد الجميع كان عم بيشوف إنه برشلونة لازم يلعب على التعادل ربما نتيجة إنه عنده مباراة بعدها ونتيجة إن الريال جاي بزخم رهيب لكن كان فيه شخص عم بيفكر بشكل جديد بمفاجأة بصدمة هذا الشخص كلنا بنعرفه الآن اسمه بيبي جوارديولا قرر يقوم بمفاجأة تكتيكية أصبحت لاحقا أساس هذه السوداسية وأساس السوداسية الكبرى فوز الألقاب الستة وأيضا أساس تحول ميسي لوحش هجوم يصاحب أرقام قياسية لا تتوقف أبدا مفاجأة بتروي تروي صحف الكتالونية إنها بلشت فعليا من بداية الموسم تيتو في لانوفا أول ما شاهده ينال ميسي بيلعب أراه على أجوارديولا وقال له أنا شايف أنه ميسي لازم يلعب مهاجم وهمي مش جناح أيمن وانقيده في هذه المساحة فقط أجوارديولا في البداية ما حبي غير يبدو فأجل القرار ربما لأنه جديد ربما لأنه ما بده يصدم بالنجوم خلى ميسي في مكانه الطبيعي حتى جاء موعد مواجهة الكلاسيكو قبلها بيوم بالضبط إيقوارديولا بيطلبين الميسي يجيله على المكتب بيضعد معه بيجي تيتو في لانوفا والاثنين بيشرحوا لدوره الجديد كمهاجم وهمي ميسي بيقول عن تلك اللحظة أنا عمري ما لعبت في المركز كنت مش متعود كثير على المركز لكن تم توضيح أدواري وماذا سيحدث لو أنا طبقتها وطبعا بعد المباراة إتشافي ميسي أن يستقل جميع أشاد بأنه جوارديولا كأنه حاضر المباراة قبل ذلك كيف سيتصرف المدريديين بناء على تحركات في السلة جديدة طبعا في مسألتين هون المهمات لازم أوضحهم وأعتقد معظمكم بيعرفهم المهاجم الوهمي مش من اختراع جوارديولا ولا اختراع كرويف المهاجم الوهمي بدأ بالثلاثينات ربما كأول أفكار مثبت إلو من أيام منتخب النمسا القوي في الثلاثينة أما فكرة شو المهاجم الوهمي فهو بنعرف لاعب بتحول لمهاجم في بعض المواقف لكنه بيلعب أكثر ما بين خط الوسط وخط الدفاع للخصم يعني ما بين الخطوط بيكون نقطة محورية في الهجوم بيحاول يكون صانع لعب وبتحول بلحظة من اللحظات إلى لعب مفاجئ داخل منطقة الجزاء جاء وقت المباراة ريال مدريدي بيدخل بثنائية الدفاع المش متفاهمة متزلدر كارنوفارو الثنائية البطيئة اللي مش متعودة تلعب مع بعض برشلونا بيدخل بتشكيل متوقع ريال مدريد على الطرف الأيسر في هاينزو ومارسلو مارسلو ليش؟ لأنه مارسلو وقتها كان عبيلعب بهذه الخطة لاعب وسط بشكل أربعة أربعة اثنين في الهجوم كان عند الريال رؤوله هجواين وروبين على اليمين وقاقوا ديارة في الوسط نروح نحك عن برشلونا والخطة اللي لعب فيها برشلونا واللي لكل متفق إنه الستة أساسها الفكرة والخطة اللي قام بها جوارديولا البداية كانت خدعة بدأت مبارا طبيعية إيتو بالهجوم يمسي على اليمين وعلى اليسار عم بيلعب هنريل أمور طبيعية ما فيش فيها جديد وراهم تشافي كل شي طبيعي لكن بعد دقائق بدأ يتغير الشكل وكأنه جوارديولا ثم يفاجئهم بالشكل الجديد حتى ما يقدروا يتصرفوا أو يفكروا خلال ذلك اللقاء شو ممكن يعملوا؟ رغم المفاجأة رغم كل شيء الدقيقة 14 ريال مدريد بيتقدم واحد مقابل لاشيء عبر هيلوين يعني الفارق صار نقطة برشلونا عم بيتوتر لكن لا برشلونا ما توتر أبدا برشلونا بعد 4 دقائق أقص يسجل هدف التعادل عبر تيري هنري وفي الدقيقة 20 يعني بعد دقيقتين من هدف تيري هنري كارروس بيول بيخلي النتيجة 2 واحد ولا عيبت ريال مدريد بجلب يدركوا إنه اللي بيصير في أرض الملعب مش مسبوق ما شفنا مش فاهمينه ثنائي دفاع ريال مدريد يحاول يلاحق ميسي يعني ميسي يرجع كثير للوسط الدفاع بينفتح طب نرجع لورا بيصير ميسي وتشافوا إن يستمع بعض ويا يتوريه على قاق وديارة بياكلوا خط الوسط شو نعمل؟ ما عناش أفكار مدرب يش عم بيتدخل ولا عم بيحالج أو لبما ما كان لسه فاهم شو عم بصير والنتيجة 3 واحد لا نتيجة معنا ولا خطة معنا ولا أسلوب ماشي زي الناس ولا كرة معنا لأنه برشلونة كان مستحوذ عليها بشكل شبه مطلق إذن الظروف محبطة الظروف تؤدي إلى الانهيار كل ما كان برشلونة يصبر أكثر على الكرة كل ما كان يظهر عيب بالمقابل في دفاع وأفكار ريال مدريد المرتبك اللي مش عارف شو عم بصير بفترات كان ياية توري تحرر بكل أريحية واللي كان يلعب طبعا وراء الشاب وإن يستويه حرك الكرة زي ما بده وبفترات أخرى كان الشابي عم بيسلم ويسلم بكل هدوء وإيتو وهنري عم بطيروا وراء الأظهرة بسرعتهم والأظهرة دائما مكشوفين لأنه كله بالدفاع بتكون عم بتحاولت لحجم السي وبعض الأحيان كله بالدفاع تحاولت لحجم السي وتوقف بالنص فلا تلحقوا ولا تغطي على أظهرتها في تلك المباراة قدمت شابي مباراة خارقة جدا صنع أربع أهداف وأداء شامل وكامل في تلك المباراة أعتقد أنه شابي بصنعة الأربع أهداف تخرقهم قياسي كلاحد بيعمل سوبر هاتريك من الأسست لطريقه موقع أثلتك بيقول عن هذه المباراة بالنسبة لتشابي أنه شابي قدم كثير مباريات في حياته رائعة مثالية سيطرة بخط الوسط لكن تلك المباراة كانت قمة ما قدمه تشابي في تاريخه لقد كانت الأكثر أسطورية حسب قول الموقع فرض السيطرة وثم صنع الأهداف ومن نفس الوقت قدم أداء دفاعي رائع لقد كانت مباراة تنتاز بالكمال بالنسبة لمسي كان عم بجد نفسه مسي عم بيلتقي بمسي الحقيقي لأول مرة لما يرجع لوراه مساحات بمهاراته عم بمر من هذا بمر من هذا أو بلعب تمريراته لما يقرب على منطقة جزاء تبين خطورته بيسلب الكرة دائما قبل ما يتلاقب بالرحظة وهذا دائما يعطيه ثاني على الخصم فبيكون أخطر مسي كان سعيد في تلك اللحظة لأنه أعتقد في تلك اللحظة أدرك مسي أنه وجد نفسه مسي الذي يقارن بمارادونا منظومة ريال مدريد مات حسنة دفاعيا بعض الأهداف لو تشوفوا هدف التعادل وأعتقد الهدف الثالث أو الرابع يعني بتخليك تضحك على هذا الدفاع كيف هذا الدفاع عم بدافع بهذا الشكل الفريق كان مرتبك المدرب مش عم بيدخل ومش عم بيستوعد شو عم بصير الفكرة شرحها مسي وشرحها تشافي بكتبهم وبمقابلاتهم مسي مثلا بقول لما نشرح لي أنا من جوارديولا كان واضح أنه لما ترجع لورا حيحاولوا يلحقوا قلوب الدفاع فحنضرب أظهرتهم بسرعة إيتو هنري في حينة تشافي بيقول كان في فكرة أخرى عند جوارديولا اللي هي لما يرجع مسي معي أنا ومسي وإنيستا منصير ثلاثة وورانا يا يتوري على اثنين من محاور ريال مدريد جاجو ديارة حنكون ملكنا عمق الوسط تماما حنكون قادرين نحرك اللعب زي ما بدنا يمين يسار بأريحية وبقول لما جوارديولا شرح لي هاي الفكرة قال هنا تكمن المباراة هنا تكمن المباراة قصده بالمثلث تشافي إنيستا ميسي ولم تكمن المباراة هناك بس بل كما التاريخ كله تشافي للعلم إليه تصريح في 2019 عن تلك المباراة بقول لم أشعر يوما بأنني متفوق على الخصم بشعوري في تلك الليلة لأنه على خصم في ملعبه منافس زي ريال مدريد وتشعر هذا الشعور هذا الشعور مش حينسا تشافي دفاع ريال مدريد تائه زاد من مشاكل دفاع ريال مدريد إنه كان أصلا معنهم مش صانع العاف وتلك المباراة غاب عنهم شنايدر وغوتي مدرب ما استوعب إنه المسألة مش رقابة فردية المسألة منظومة اللي تواجه هذه المنظومة المجنونة اتأخر كثير تلك المباراة المقتنع إنها دمرت إخوان دي راموس لما تحكي عام مدرب من 18 مباراة في 2017 لتلك اللحظة هذا مدرب بسهولة بأمن المستقبل ويضل يدرب فرق حتى لو وصت في أوروبا لكن لتيجت هذه المباراة غيرت النظر إلورا على روسيا ثم أوكرانيا زي ما بنعرفون انتهت مسيرته التدريبية في 2016 مدرب يعني بعد هذه المباراة ما فازش ولا مباراة بنعرف ريال مدريد ينهار تماما بعد ذلك اللقاء ولكن يقال إنه هذه المباراة هي سبب فلسفة بيبي جوارديولا الزايدة في كل مباراة مهمة لازم يخترع نهائي دوري أبطال مباراة حاسمي بدور الثمانية بدوري الأبطال لازم يعمل لمستو مباراة دوري يقال إنه جوارديولا يعني من كتر تلك اللحظة أني أنا جربت فكرة جديدة في مباراة قوية ومباراة غريبة ونجحت معي وحتى اللي بعدها للعلم مع بيلي جريني أذكر المباراة الاثنين سفر أيضا غير الخطة بشكل مفاجئ وزبطت معه ووجد أفكار جديدة فقال لك أنا بقدر ألقى أفكار جديدة في المباراة المهمة المباراة العادية ما بقدر أجرب فيها الأفكار لأنه كله حيمشي فأشتاق جوارديولا بيعذروب فلسفته الزايدة في المباراة المهمة بيقول لك هو بيدور على لحظة خرافية مثل تلك اللحظة في تلك المباراة لأول مرة بيظهر مفهوم أهمية الأرقام في الإعلام وبلشنا نستخدم الإحصائيات بعد المباراة وزادت أهميتها بعد ذلك اللقاء مثلا الجميع تكلم أن برشلونة مرر الكرة 210 مرات أكثر مما ممررهم ريال مدريد كما الجميع تكلم عن مفهوم الاستحواذ لأول مرة بشكل صريح في الإعلام ووقتها برشلونة كان مسيطر على الكرة حارم ريال مدريد منها ووصل الاستحواذ لـ 64% في جهاية اللقاء وفي حقيقة كثير ناس بتنساهها لما تحكي عن هذا اللقاء وجدت كاتب اسمه سامويل جوستاكسون الذي يكتب في موقع اسمه بارسا يوليبيرسل بتذكر شغلة حقية تلكمرة بقولك الجميع بتكلم عن الاستحواذ عن الأداء الهجومي عن الأفكار عن المهاجم الوهمي عن ثلاثية تشابي نيستا ميسي في الوسط لكن في شي بينسوا الناس إنه برشلونة قدم بذلك اللقاء واحد من أكمل المباريات دفاعيا في عصر جوارديولا لأنه بالضغط العالي كان مثالي وبالواحد لواحد كان مثالي برشلونة في تلك المباراة زاد من إحباط ريال مدريد يعني أنت عم تتأخر بالنتيجة تحاول تهجم مش قادر تهجم ومش فاهم خطة خصمك الهجومية حتحبط حتستسلم طبعا بك في تلك المباراة سجل هدف جميل الكل بيذكره ومن محاسن صدف بك إنه كان ذلك أول هدف إله في الليقة مع برشلونة ماركة لما رزدت تلك المباراة وهي صحيفة مدريدية قالت لقد كان برشلونة مكينة حقيقية في أرض الملعب لم يكن يمكن إيقافه أبدا مباراة طبعا يوسف سيف كان المعلق القطري من أشهر الناس فيها لأنه كان هو المعلق وبتعرف ردود فعله الجميلة والذين أسميها العفوية على بعض الأهداف وكان أشهرهم ربما صارت نصف درزا نخسر والله واحد صفر مقبولة اثنين واحد ما إلى ذلك مقبولة خمسة صعبة ستة حتى ستة ممكن في هذه اللقطة لاحب معاي صارت ستة صارت ستة لبرشلونة ستة أهداف نصف درزا من الأهداف بعد نهاية دورة أبطال أوروبا 2009 ميسي قال جوارديولا في كل مباراة كان عم بيكسب الثقة مننا كل مباراة عم بيقنعنا إنه بيعرف كرة قدم كويس وعم بيزودنا بالحكمة في أرض الملعب وهذه المباراة كانت قمة الثقة ما بين جوارديولا ولاعبيه واللي مهدت للفترة الذهبية التاريخية برشلونة بيب العصر الذهبي كلك المباراة أجبرت إنه الجميع يعترفوا إنه هذا الفريق هو أقوى فريق بكرة القدم حاليا ومع السنوات اللي بعدها والرعب اللي بعده اللي دب في كل أندية أوروبا لما يواجه برشلونة صح برشلونة ما جاب دور الأبطال كل سنة وخسرها مرتين مرة مع تشلسي ومرة مع الإنتر لكن ما كان أحد يجرؤ يقول أنا أقوى من برشلونة وفي فرق بين أنا غلبت برشلونة أو أنا أقوى منه مباراة فتحت كثير الانتباه إعلاميا تدريبيا لأفكار التحولات من الهجوم للدفاع لمسألة الاستحواذ على الكرة وأهميته لمسألة التحرك بدون كرة لمسألة اللاعب الثالث كثير أفكار بدأت تصعد بذلك الجيل وربما بتلك النتيجة المدوية أنت بتحتاج رسالة إعلامية تعمل انفجار عشان تخلي الناس تنتبه لأفكارك وعشان نعرف أهمية ذلك اللقاء لكرة القدم كلها شوفوا أهميتها علينا المسي اللي يمثل جزء أساسي من كرة القدم شوفوا تصريح الإعلامي الإسباني عليكس دلماس عن تلك المباراة بقول تلك المباراة غيرت مسيرة مسي كرويا تماما ما كانت رايحة بهذا الاتجاه نعم كان حيكون رائع ونجم كبير لكن ما كانت رايح بهذا الاتجاه تحرير مسي اعطاء الفرصة أن يكون مهاجم ولاعب بوسط حسب معطيات اللقاء اعطاء مسي الرؤية الكاملة في الملعب خلت مسي يظهر الحاسم البطل المستمر الذي لا يتوقف طبعا المباراة محليا لريال مدريد كانت المثابة كسر ظهر حرفيا ما فاز بعدها بولا لقاء بالدورة يخسرهم كلهم في اليوم التالي كانت في عنوين شهيرة في عدة صحف وجدتها سكاي سبورت كان عنوانها ساعقة لمدريد فرانس 24 برشلونة يدمر مدريد أما بي بي سي الخارق برشلونة يحطر الفريق الملكي لكن بعض المدريديين بيقولوا هذه المباراة رغم معاناتنا أمام جوارديون لسنوات ورغم أنها هذه المباراة كانت مؤذية لأنها لكن كان لها جانب كثير مضيء صحت ريال مدريد من فترة اللاعبين النص نص بالفريق أعادت فرولنتينو بيريز 2009 طبعا بعدها على طول وأول قرار من فرولنتينو بيريز كان شرع رونالدو وبنزيمة وكاكا والشابي ألونسو أربيلو وبدأ عصر جديد عصر حارب جودة برشلونة بجودة مثلها عندهم جوارديولا روح دور على أفضل مدرب موجود برا كان أيامها مورينيو تجيبه وظل قاوي محاول وبالنهاية رح تنجح وأنا سألت الصحفي سانتياجو السيجيرو وهو صحفي بصحيفة ماركة المدريد قلت له شو رأيك بهذا الكلام فجاوبني هذا الجواب قلت لهذا السيجيرو فهو صحيح قلت لهذا رأيك السلام عليكم وكم storyline لكنه كان مقامل لدخول للمدangs بعض الوقت بعد كل مجده يسرعهم جرسانو رونالدو جارب بمزيّ باوآحة وكم كارج كان مقامل لدخول للمداد لأنه صغيرة لدخول الاتجار وكان لدخول لدخول مدداً والذي بارد نziej. كان لديه لبنزل كيف سعود بشعر بما كان لوحة الواقع فعلا بلادين هي في النهاية قصة مش مضيئة للمدريديين رغم انهم شافوا نتائج على اللونكتر مع المدى الطويل كانت ايجابية لكنها يوم صغب على كل مدريدي شاهده يوم ربما المدريدي شاهد الدنيا فيه سودا حرفيا بعدها لانه كل شي كان يبدو انه برشنونة ذهب بمكان اخر يوم خلق وارديولا يعلن عن نفسه كمدرب خارق مدرب يشوف اللي احنا ما منشوفه يوم اعطى ميسي ارقام قياسية عديدة بعد ذلك يوم حول ميسي لذلك الوحش اللي لا يمكن ايقافه اعطى تشابي انيستر القدرة والثقة المطلقة اللي مية في المية ساهمت بالفوز بكأس العالم 2010 ذلك اللقاء غير كورت القدم غير عقلية المدربين دفاعيا وهجوميا لقاء كان مهد لفترة من اجمل فترات كورت القدم على الاطلاق تنوصل لنا نهاية حلقة قصة الجمعة كنت معكم انا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وضروري جدا تتابعنا على سيفي سبورت في اليوتيوب وان شاء الله قريبا نشيلها الطاقية والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة